أكدت مملكة البحرين على مواقفها تجاه تحقيق السلم والأمن الدولي وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك خلال مشاركة وفد من وزارة الخارجية في المؤتمر السابع عشر لحلف شمال الأطلسي النيتو الخاص بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح والذي عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهيغن وركز على مخاطر انتشار الأسلحة الكيميائية والتطورات التكنولوجية المرتبطة بالصواريخ الباليستية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الطاقة النووية وخلال المؤتمر نوهت السفيرة نانسي جمال رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية بإنجازات الحكومة الموقرة في تحقيق التزاماتها بالمعاهدات الدولية والأممية المرتبطة بهذا الشأن عبر التشريعات القانونية والقضائية الوطنية مؤكدة في الوقت نفسه على موقف مملكة البحرين الثابت والداعي إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحات الدمار الشامل